مجلس الوزراء حفظه الله في عملية البناء والتطوير لتلبية تطلعات المواطنين جاء ذلك لدى التفضل معالي برعاية حفل تكريم رؤساء وعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والذي نظمته وزارة شؤون البلديات والزراعة بمناسبة انتهاء دورة البلدية الخامسة وأنواه معالي الشيخ خالد بن عبدالله بإسهامات رؤساء وعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ودورهم في تبني الاحتياجات الخدمية للمواطنين من خلال مقترحاتهم وتوصياتهم البناء التي عاكست حسن ممارسة الاختصاصات التي نتطرعون بها مقدرا معالي تعاون المجالس الملحوظ مع الأجهزة التنفيذية على النحو الذي يدعم الخطط التنموية المستدامة وأوضح معاليها أن النموذج البلدي المتبع في مملكة البحرين أثبت ريادته وأهميته بالنسبة إلى تسريع عملية إنجاز وتنفيذ المشاريع البلدية وما يترتب على ذلك من أبعاد إيجابية اقتصادية وتنموية وتابع معاليه أن اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تولي أهمية بالغة بمتابعة توجيه إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة لرفع مستوى البنية التحتية في المناطق القديمة والجديدة على حد سواء مشيرا إلى أن اللجنة الوزرية كلفت مؤخرا وزارة شؤون البلديات والزراعة بالإطلاع على مقترحات أعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية حول احتياجات البنية التحتية في كافة المناطق بهدف تضمينها في الخطط التنفيذية وتخصيص الميزانيات اللازمة لها في الدورات المقبلة وخلال الحفل ألقى سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة كلمة أعرب فيها عن شكره لندائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية لتفضله برعاية الحفل وقال سعادته إن المجالس البلدية شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار من خلال المساهمة في وضع اللوائح المنظمة وإقرار أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية واستعرض الوزير المبارك في هذا السياق أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الدورة البلدية الخامسة مشددا على ما اتسمت به هذه الدورة من تجسيد للشراكة العملية مع القطاع الخاص ومؤسسة المجتمع المدني في العديد من المشاريع البلدية هذا الحفل تقدير لجهود السادة أعضاء ورأساء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على ما قاموا به خلال هذه الدورة من رفل قرارات وصوصيات أسهمت في اغتقاب البيئة الحضرية التنموية المستدامة في الملكة وتحقيق الأهداف المائية المنشودة فلهم منها كل الشكر والتقدير عقدين من الزمان على التجربة البلدية لا شك أنها تجربة متميزة ورائدة على مستوى المنطقة ومستوى الإقليم أخوان عضاء المجلس البلدي نشاطهم واضح في العمل البلدي وما يقدمونه لدوائرهم إلى مناطقهم لا شك أن حقيقة سهموا بشكل كبير فيما يتعلق بتطوير الخدمات والتنسيق إلى احتياجات المناطق وحقنا لاحظنا في العمل البلدي والشؤون البلديات التجاوب الكبير من الأخوان عضاء المجلس البلدي والمواطنين حقيقة أهالي الدائرة وكذلك لا ننسى الوزارات الخدمية معانا فنجاح العمل البلدي حقيقة هو فريق عمل متكامل نشكر صراحة على هذه اللفتة الكريمة من وزارة البلديات وشؤون الزراعة على تكريم رؤساء وعضاء المجلس البلدية وذلك بمناسبة انتهاء الفصل التشريع الخامس من العمل البلدي المجلس البلدي مثل ما تعرفون هي ثمرة العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ونحن نشكر القيادة الرشيدة والحكومة الوقرة على جميع على الدعم وعلى المساندة والمساعدة المخلصة والجهود الخير التي مكنت المجالس البلدية من هذا عملها طبعا هذا التكريم له وقع كبير في نفوسنا نحن كأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية طبعا الهدف من هذا التكريم هو تشجيع في الحقيقة المجالس البلدية وأمانة العاصمة بما قاموا به من عمل كبير في الحقيقة في سبيل استنهاض بالبنية التحتية في مستوى المملكة ترجمة نانسي قنقر